هلو مرحبا اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي شلونكم شلال زينين اشتاقيتوا لي اشتاقيت لكم احبكم وتحبوني ومشاعر بما انه اني صار فترة ممنزلة تقريبا صار اسبوع اعتقد المهم اليوم راح نسولف عن انجلينا جولي واحدة من انجح الممثلات مو بهذا الجيل وانما بالجيل السابق لكن على الرغم انه هي وقفت التمثيل معدها اي افلام بالوقت الحالي من فترة طويلة اعتقد بس على الرغم ان هذا الشي اسمها موجود لغاية هذه اللحظة والكل يعرفها انجلينا جولي حياتها عبارة عن اكشن ومرت بعدة اشياء بحياتها اكيد يعني هي ممثلة بهولوود هل تعتقدون انه حياتها راح تكون سهلة وطبيعية وعادية اكيد لا والمشكلة انه مو بس هي كانت مشهورة بهولوود حتى عائلتها كانوا مشاهير بهولوود بالاخص وغالدها لكن هي قدرت تبني اسمها بعيد عن عائلتها اسمها اللي واحدة براند انجلينا جولي يعني اسمها صورتها مجرد جزء من وجهها الناس راح تعرف انه هذي انجلينا جولي لكن على الرغم من مسيرتها على الرغم انه الناس دائما تمدح بيها وتتكلم عنها لكن عندها فضايح مو طبيعية بالاخص فضيحتها مع شقيقها يعني فضيحة غير اخلاقية مع شقيقها راح ندخل بتفاصيل هذه العلاقة بعض بالاضافة لكل هذا زوجها التوكسيك والدها توكسيك راح نتكلم عن هذا الموضوع اكتئاب ممنوعات لدرجة انه هي بيوم من الايام اوقفت جريمة قتلها يعني كل هذه الاشياء تستحق انه احنا نتعمق بحياة انجلينا جولي واكيد يعني الغريب انها نجت نجت بعالم هولوود لا شخص قتلها ولا هي قتلت نفسها يعني على الاقل ما ماتت فاذا حابين تعرفوا تفاصيل حلقة اليوم اهمشي جيبوشي تشربوه لازم اشوفكم هذا قبل ان نبدأ دوبي تعرفوه اللي بي هاري بوتر انا قول فجيبوشي تشربوه رطبو جسمكم وخلينا نبدأ الفيديو خلونا نبدأ من البداية والبوالدة انجلينا جولي عملوهم بصناعة الترفيه والتقوا بيوم من الايام بفندق بيفرلي هيلز وبمجرد التقاء عيونهم حسوا بانجذاب قوي وفوري ووالدة انجلينا قالت لوالد انجلينا اللي بهذا الوقت هم فقط يتعرفون اريد انجب منك بنت وولد على الرغم من هذا الانجذاب انجبوا فعلا جيمس وانجلينا يا شقيق هالي راح نصولف عنها بعديا لكن بعد مرور سنة من ولادة انجلينا والدها خان والدتها وترك العائلة هجرهم فانجلينا بوقتها كان عمرها السنة خمس سنوات بعدها ست سنوات عشر سنوات طول هذه الفترة ما كانت فاهمة اللي كان يصير ليش والدهم تركهم لكن بعدها فهمت عرفت وانصدمت وعرفت ان والدهم تركهم بسبب امرأة ثانية وبعدها انجلينا جولي ووالدها ابتعدوا لسنوات لغاية سنة 2001 عملوا مع بعض بفيلم وبسبب هذا الفيلم اقتربوا من بعض وكانت حاسة انهم يفهمون بعض بس بعدها والدها رجع واتغير مرة ثانية وبتعدوا وبعد الفيلم بفترة انجلينا جولي توجهت برحلة للأمم المتحدة مهمة خيرية والدها اخذها للمطار ولما تركها بالمطار اعطاها رسالة وقال افتحي هذه الرسالة بالطيارة وهذه هي حقيقتي حقيقتي موجودة بهذه الرسالة وودعها انجلينا فتحت هذه الرسالة اللي اعطاهي والدها بالمطار فتحتها بالطيارة وكتبلها بالرسالة انه انجلينا سيئة والدها اتكلم عنها بالسوء بهذه الرسالة انه انتي بنت سيئة وطبعاً أكيد والدها يكتب لها أشياء ثانية بالرسالة يعني مو فقط أنه أنت إنسانة سيئة ومن هذه اللحظة لما شافت هذه الرسالة صارت تشوف والدها أنه هذا مو والدي وإنما الشخص أني عملت معه بيوم للأيام وتندمت على الفيلم اللي عملوا عليه مع بعض لكن والدها ما رح يتركها هل رح يتركها بعد هذه الرسالة لا رح يعمل شيء أسوأ حتى مثلاً أنجلينا أنجلي انفصلت عن زوجها الثاني سنة 2002 حوالي 3 إلى 4 أشهر بعد ما تبنوا طفل مع بعض وهذا كان أول طفل تتبنى أنجلينا الزوجين التقوا بموقع التصوير حبوا بعض وكانوا يرتدون قلادة تحتوي على دماء بعض يأ يرتدون قلادات لدماء بعض موضوع مقزز بس أنجلينا كانت تعمل هذه الأشياء أو يأ هذه القلادة ما عملت أي شيء ولا فادت نهائياً وطلقوا بنهائياً وهنا والدها لما عرف خبر طلاقها قرر يدخل ويقول أنا عرفت أنه زواجها رح ينتهي وأنه هذا الزواج فاشل وبنته تعاني من مشاكل عقلية ونفسية ومو بس هذا الشي حاول أنه يفصلها عن الطفل اللي تبنته حاول أنه يحرمها من كل شيء وصف بنته أنه يتعاني من مشاكل عقلية ونفسية كمية توكسيك مطبيعية وبالوقت الحالي لما يسألوه عن أنجلينا جولي ما يجعب ويقول أنا مجغول ويعاملها أنه هي مو موجودة أصلاً وفي سنة 2014 أنجلينا خرجت عن صمتها وقالت لم أعتقد أبداً أنه سيكون لي أطفال بيوم من الأيام وأنه أنا سأقع بالحب أو ألتقي بالشخص المناسب بعد أن أتيت من منزل محطم فأنت تتقبل نوعاً ما بعض الأشياء وبعض الأشياء تبدو كأنها قصة خيالية وتتوقف عن البحث عنها يعني هي كانت تفكر أنه مستحيل أن تحب شخص مستحيل أنه هي شخصية حبها ويعتني بيها وتكون بعلاقة صحية بسبب علاقة والدتها ووالدها مع بعض فليهذا السبب تحس أنه علاقة مثالية علاقة صحية زوجيا أنه هي تكون مع زوج بعلاقة صحية هذا الشي كان بعيد عنها كأنما هذه قصة خيالية فلهذا السبب قالت هذه الأشياء فكان واضح أنه أنجلينا مستاءة من والدها وتصرفاته وبسنة 2017 أزالت اسم والدها من اسمها وبررت هذا الشي اللي صار لأنه هي ووالدها مو مقربين نهائياً ومتريد أن الناس والمخرجين يربطوها بي أو يختاروها لأدوار معينة بسبب والدها طبعاً أكيد رح تعتقدون أنه والدها مو مشهور أعتقد أنه بوقتها كان مشهور لدرجة أنه حصل على الأوسكار ومسيرتها كانت بالبداية فمقارنة بوالدها والدها كان أنجح منها بالإضافة بالبداية قبل تشيل اسمه الناس كانوا يعرفوها بسبب والدها فليها السبب بداياتها كانت سهلة بداياتها كانت سهلة على الرغم أنه ما كان موجود أصلاً بحياتها فتخير بي أنه لو كان أصلاً موجود بحياتها شو من الممكن حياتها رح تفرق لكن أنجلينا بدأت تصير مريبة في سنة الألفين تم ترشيحها لجالدة الأوسكار وأنجلينا كان عندها أخ باسم جيمس وكان معاها بالحفلة تم رؤيتها وهي تقبل شقيقها عدة مرات عدة مرات بهذه الحفلة وبعدة حفلات ثانية أكيد تم تصوير أنجلينا وشقيقها بهذا الوضع المريب وانتشرت الصور بشكل مطبيعي والناس انصدمة وحسب بعدم ارتياح شو من الممكن تعمل هذا الشيء مع شقيقها والأسوأ خلال استلام هالجائزة قالت أنا واقعة بحب شقيقي لاحظة الصند شو اللي قاعدة تسويه أكيد الصحف والناس صاروا يحللون طبيعة علاقتهم شنو هي النوع العلاقة اللي من الممكن يصير بين شقيق وشقيقته وأكيد تسألوها بمقابلات ليش من الممكن تعملين هذا الشيء مع شقيقش وقالت أنا أحبه كشقيقي وقالت ما هو أي شيء بينناتنا أكثر من هذا أكثر من اللي انتو شفتوه أنا أحبه كشقيقي لكن كمية القرف مطبيعية أنها تسوي هذا الشيء مع شقيقها من نفس الأب والأم الناس ما كانوا متقبلين هذا الشيء نهائيا والبعض يعتقد أنه هي عملت هذا الشيء مع شقيقها كدعاية حيلة دعائية للأتنشن لكن على الرغم أنه هي حيلة دعائية وإذا فعلا أنه هي حيلة دعائية فأعتقد أنها لا الشخص اللي أعطاه هذه الفكرة غلط وبعدها جيمس بعد هذه المواقف المريبة مع أنجلينا بدأ يعمل كمربي لأطفال أنجلينا الستة وكان يقضي أغلب الوقت مع الأطفال وانتقل للعيش بمنزل أنجلينا رحت يهتم بالأطفال بالإضافة أنجلينا كانت تتفكر أنه هي تسمي أول بنت بيولوجية لها اللي هي الشيلة حبت أنها تسميها على اسم شقيقها الأوسط اللي هو جيمس بس اسمه الأوسط ما عرف شون هو اسمه الأوسط لكن حبت أنها تسميها باسمه لكن بعدها فجأة أنجلينا جولي قررت أنها تطرد شقيقها من المنزل والطردة من حياتها وكل هذا صار بعدما اطلقت من براد بيت بالنسبة لجيمس فحياتي كان عبارة عن الاعتناء بأنجلينا وحياة أنجلينا وأطفال أنجلينا ومنزل أنجلينا ما كان عندها حياة خاصة وبعدما قطعوا علاقتهم ببعض اللغات هذه اللحظة ما يتكلمون نهائيا ويعتقدون أنه جيمس كان يساعدها أكثر من اللازم لدرجة أنه أنجلينا بدأت تستغل شقيقها وصار يعمل عدها لدرجة أنه صار مساعدها الشخصي صار يشتري لها القهوة يهتم بمنزلها يصلح منزلها كأنما هو مساعد شخصي بس ما يتلقى أجر أسوأ من مساعد شخصي يسوي كل شيء والاحتمال الثاني يعتقدون أنه أنجلينا وأخيرا حست أنه ما عندها حياة نهائيا وحياة عبارة عن أنجلينا وأطفالها ومنزلها وحياة أنجلينا وما كانت رايدة أنه يعيش بهذه الطريقة فبهذا الشكل هي ابتعدت عنه حتى يعيش حياته بس إذا هي تحب لي هذه الدرجة من المستحيل أنه هي تتوقف عن الاتصال به والكلام معاه لكن على الرغم من هذه الاحتمالات الاحتمال الأكبر يعتقدون أنه بسبب علاقتهم المريبة انتهت علاقتهم كأشقة وبنفس الوقت لما قطعت علاقتها بشقيقها واتطلقت من براد بيت بهذا الوقت أنجلينا بدأت تتعاني من اضطراب الطعام وشفناها بأكثر من مناسبة وهي واضح عليها خسات الوزن بصورة مصحية نهائيا اتضح أنه أنجلينا كانت تتعاني من اضطراب الطعام مو بسبب الشهرة أو بعد الشهرة كانت تتعاني من هذا الشيء من أيام المدرسة أنجلينا كانت تتعرض للتنمر بمدرسة الثانوية كانوا يتنمرون على حجم أكتاثها وعلى حجم فمها على الرغم أنه أنجلينا بالبدايات أنه عرفت بسبب فمها لغاية هذه اللحظة الناس معجبين بفمها وبملامح لكن بواقتها ما كانوا متقبلين نهائيا وكانوا يتنمرون عليها بالمدرسة الثانوية فأنجلينا صارت متأكل فكرت أنه من الممكن داهية ما أكلت رح تخسر وزن من الممكن فمها رح يصير أصغر أو اكتافة تصير أصغر ووالدتها بدأت تتخاف عليها لأنه أنجلينا قطعت الأكل وشقيقها ذكر أنه أنجلينا متهتم نهائيا بالأكل وبيوم للأيام تم نقلها للمستشفى بسبب اضطراب الطعام وهذه هي كانت بداية الكارثة أول مرة تم أخذها للمستشفى بسبب اضطراب الطعام مكان باستطاعتها المشي تم حاملها من قبل عائلتها إلى المستشفى وبهذا الشكل ولغاية هذه اللحظة هي تعاني من اضطراب الطعام من وقت الثانوية بسبب التنمر فلهذا السبب بعض الأحيان نشوفها بمقابلات وزنها مثالي لكن بعدها تظهر بعد أشهر ووزنها جدا مخيف وبفترة من الفترات والدة أنجلينا توفت بسبب مرض السرطان وبهذا الوقت لما والدة توفت أنجلينا بدأت تخسر وزن بصورة مطبيعية بصورة جدا مقلقة وأنجلينا تأثرت بوفاة والدتها لأن كانت جدا مقربة من والدتها ودخلت مجال الترفيه بسبب والدتها موالدها وكانت كل شي بحياتها كانت تحب والدتها وفجأة خسرتها وأنجلينا تكلمت عن والدتها بوحدة من المقابلات وكانت بحالة جدا سيئة لكن الفترة اللي غيرت أنجلينا جولي عقليا ونفسيا هي الفترة اللي دخلت بيها لعالم عرض الأزياء أنجلينا جولي بهذا الوقت كان عمرها 14 سنة وتم وضعها كعرضة أزياء بهذا الوقت اتفاجأت أنهما كانوا يقيسون كل جزء منها وحست بالإهانة وهذا الشي سباب لها صدمة وبالنسبة لإضطراب الطعام اللي أصلا كانت تعاني منه وتعالجت منه مرة ثانية رجع لها لكن هذه المرة صار حتى أسوأ من قبل وعلى الرغم من إضطراب طعامها بهذا الوقت وهي كانت تجبر نفسها أنه تتقيأ لكن كانوا يطلبون منها أنه تخسر وزن تخسر وزن هي تعاني من إضطراب الطعام فلهذا السبب أنجلينا جولي تركت عالم عرض الأزياء وقررت تتوجه للتمثيل وخلال عملها على فيلم باسم جيا أنجلينا جولي اتدمرت نفسيتها تماما لأن ذكرها بحياتها كمودل وذكرها بالانتقادات وهذا الفيلم أصلا كان مشابه تقريبا لحياة أنجلينا فبعد دمار نفسيتها بسبب التنمر بالمدرسة وعملها كعرضة أزياء والفيلم اللي سوالها اكتئاب التلفزيون الصحفيين والناس كانوا ينتقدون جسدها كانوا يتكلمون معها على أنه جسدها كان جدا مخيف شنو من الممكن يصير إذا زيتتي بعض الكلوات لازم الزيدين من وزنك من الواضح أنه أنت تعانين من سوء التغذية هل تعانين من سوء التغذية لازم تتعاجين كل هذه الانتقادات اللي تعرضت لها من بداية حياتها لغاية هذه اللحظة كان لازم نهي تتعامل مع هذه الانتقادات لكن أنجلينا تعاملت مع كل هذه الانتقادات اللي كانت على جسدها بطريقة خطأ عن طريق أذية نفسها أنجلينا كانت من محبيا السكاكين وعدها مجموعة مختلفة من السكاكين وهذا الشيء أدى أنه هي تستخدم هذه السكاكين لأذية نفسها بالمنزل جيا who's a real person which is which thing is this that you both have a fascination with knives or you have she's collected weapons since I was a little girl and my mom went I went to the so when you were a little girl you asked Santa for a grenade launcher there's just something beautiful about them to me and you practice with these I guess they're called butterfly knives right you like to practice with them or sort of play around with them show me what they what they do these are you collect butterfly knives right yeah yeah you um وبوحدة من الأيام عم هتكلم بأن والدها شافها ويحس بالقلق عليها ويعتقدون ان هي كانت تجرح نفسها وانجلينا من كرت هذا الموضوع وكانت اكثر من صريحة لما سئلوها تكلمت وقالت انها تحب السكاكين وعدها مجموعة ضخمة من السكاكين وكانت سأذي نفسها بغرفتها اللي وحدها لمن كانت تعاني من أوقات صعبة لكن قالت ان هي توقفت عن إيذاء نفسها بعد تبنيها لابنها الأول سنة الفين واثنين لكن بعد تبنيها للأطفال نقلت كل السكاكين لمكان بعيد عن الأطفال لكن مرمتهم لكن كانت مهتمن الأطفال ما يلمسوها بس بنفس الوقت إذا أطفالها كبرى وكان عدهم نفس الهواية تقدر انه هي تساعدهم بجمع السكاكين فانجلينا كانت مرحبة انه أطفال هيكون عدهم نفس اهتماماتهم ليش؟ لأن هي حصلت على خنجرها الأول بعمر 12 أو 12 سنة والدتها هي اللي اشترته وبعد فيلم جيا اللي اتكلمت عنه واللي أثر على شخصيتها وعقلها ونفسيتها هذا الفيلم الشخصية اللي كانت تمثلها انجلينا جولي بعد كانت مهتمة بالسكاكين فهذا التشابه اللي بين انجلينا وبين جيا هو اللي سبب لها اضطراب بشخصيتها ولهذا السبب انجلينا صار عدها اكتئاها بحاد خلال الفيلم وبدأت تفكر بانهاء حياتها واستأجرة الشخص لقتله لكن هذا القاتل اتضح انه هو كيوت لطيف من فان ذاتها ممكن لنعطاها مهلة شهر تفكر بالموضوع على الرغم انه كان عدها الاموال الكافية انه اخذ هذه الاموال واقتلني لكن هو رفض هذه الاشياء وطلب منه انه ين اوكي فكرة بالموضوع مرة ثانية لكن اذا انت مصرة لتتصلين علي خلال هذه الشهر واني رح اعرف انه انت مصرة على رأيش لكن اذا اتصلت علي اني راح انهي المهمة وانجلينا اكيد بعد شهر غيرت رأيها اللي انفكرت بعائلتها انه من الممكن ينصدمون من الممكن يحسون بالحزن انهم ما كانوا يعرفون شون اللي كانت تمر بي ويتندمون على كل شيء مستحيل شخص يوظف قاتل الا اذا كان يعاني من مشاكل نفسية مخيفة وصلت لي هذا الحد معرفة ان هي كانت تعاني ما اعتقد ان هي كانت تعاني من امراض نفسية ولازم تتعالج بالاضافة بوحدة من المقابلات ذكرت هذا الشي وقالت من السهل ايجاد قاتل بنيو يورك وانه هي كان عندها خطة تتفق معاه على اساس انه الموضوع كان سرقة يسرقها ويقتلها وبعدها يخرج وبعدها انجلينا اعترفت انها تعاني من المشاكل النفسية واخيرا وهنا بدأت تحاول تستخدم كل شيء جربت كل الادوية الممكنة واصلت مع عدة طباء وكل هذه الاشياء وصلتها للممنوعات مثل هيروين والكوكاين وعدت انواع ثانية من الممنوعات بشكل يومي وبسبب هذه الادوية اللي كانت تتناولها والممنوعات صارت تعاني من الهلوسات وكانت بيوم من الايام بديزني لاند وصارت تشوف اشياء وانجلينا قالت انه هي تركت الممنوعات بعد فترة جدا قصيرة من استخدامها لكن التاجر اللي كان يبيع لها الممنوعات فضحه وقال ان هي استخدمت الممنوعات لفترة جدا طويلة لسنوات وهذا التاجر سر الفيديو لانجلينا وهي بحاجة للممنوعات وساعدها بحق الممنوعات بجسدها وقال انها محظوظة انها على قيد الحياة لغاية هذه اللحظة لان كانت تشتري كميات جدا كبيرة منها وحدة انواع والتاجر كان مستغرب انه هي كانت تأخذ الممنوعات وتدخل بمقابلات وتمثل انه هي صاحية بوعيها وبوحدة من المقابلات قبل المقابلة اشترت منها الممنوعات وبعد ما انتهت من المقابلة خرجت واخذت منها الممنوعات مرة ثانية وعلى الرغم من كل هذا الشي خلال المقابلة كانت صحية كان شكلها متوتر او شي مريب بس هل من الممكن اي شخص يلاحظ انه هي مدمنة بهذه اللحظة لا من الممكن انه هي مريبة متوترة تحس بعدم ارتياح لكن انه هي مخذ الممنوعات وهي تحت تأثير الممنوعات هذا اخر شي ممكن ان تتحزر بالاضافة لكل هذا الاكشن بحياتها النهاية التقت ببراد بيت خلال فيلم مستر وميسس سميث ومن خلال هذا الفيلم انجلينة اقتربت من براد وسلقتها من جينيفر لان بوقتها براد و جينيفر كانوا مززوجين و جينيفر لما بدت تشوف صور براد بيت و انجلينة جولي مع بعض اغلب الوقت هنا جينيفر قررت انه هي تسلم اوراق الطلاق بسعادة وتتركهم وبعدها اكيد براد بيت و انجلينة جولي رح يزوجون وخلال زواجهم تبنت وانجبت اطفال وكلهم كانوا ست اطفال بس انجلينة جولي قالت بمقابلة هنا صدمة يعني اوكي اوماي جاد انتم تخيلين صورتهم مع بعض انجلينة جولي و براد بيت مع بعض ماكوشي مثالي بس اراهن انه صورتهم مع بعض من الخارج امو قاعد اقول انه علاقتهم و اشياء اللي تصير لا من الخارج بس تشوفوهم مع بعض عبارة عن قوة عبارة عن مثالية مطبيعية من اجمل الممثلين بهولوود مززوجين ووجودهم مع بعض قوي 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 اي حركة يعملوها بوقتها لمكانهم مززوجين اصلي تريند صورهم بكل مكان انجلينة صدمت الكل و قالت اني ما اثق بالرجال حتى براد بيت اني ما اثق بيه مستحيل اثق بيه بحياتي لان اتضح انه هو كان يخونها انجلينة جولي اتخانت اتضح ان براد بيت بدأي يقابل امرأة ثانية بموقع التصوير وهي وظفت محقق خاص يتبع ويتصل عليها ويعطيها تقرير عن تحركاته خلال تواجده بالمملكة المتحدة واتضح انه فعلا كان يخونها وكان عده كل ادلة انه يخونها لكن هل تعتقدون انه بتسيب هذا الشيء انفصله؟ لا قبل الفضايح وانتشر الحقائق ذكروا انه السبب الانفصال هو راحة العائلة والاطفال لكن اتضح ان براد بيت سايكو بعد سنوات انفضحت الحقيقة اتضح بعدها بعد سنوات من طلاقهم انه براد بيت كان سايكو وانجلينة عرضت للمصورين ومكتب التحقيقات كدماتها اللي كانت موجودة بجسدها لان اتضح انه كان يضربها خلال شربة لكحول وخلال وحدة من السفرات كانوا بالطائرة سحبها الى الحمام بدأ يضرب رئيسها بالحمام حاول انه يخنقها وشت شعرها واثنين من اطفالها كانوا موجودين بهذه الطائرة الطائرة ما كانت موجودة على الارض كانوا يحلقون كانت الطائرة تطير كل هذا الاكشن كان يصير بداخلها الاطفال الاثنين كانوا يشوفون والدتهم كانوا يشوفون والدهم حتى لو ما كانوا اطفالهم بيولوجيا لكن يعتبروهم انه اطفالهم كانوا يشوفون والدهم ووالدتهم وهم يضربون بعض والاطفال قالوا لبراد انه هو يدمر العائلة فلهذا السبب رادبيت حسب الغضب عليهم بدأ يركض باتجاه الأطفال بداخل الطيارة وخنق أحد الأطفال وضربوا الثاني بالإضافة رادبيت بدأ يقول تعليقات مهينة ويشبههم بأشياء مهينة يشبه أطفالي بأشياء مهينة شبههم بمطلقين النار بالمدارس اللي هم الأشخاص اللي يدخلون مدارسهم والطلاب يدخلون مدارسهم ويحملون سلاح ويقتلون الطلاب زملائهم شبههم بهذول الأشخاص وخلال تواجدهم بالطيارة قال هذا الكلام واستمر يشرب كحول ورمى الكحول على الأطفال وعلى أنجلينا الوضع كان مرعب وهم بالطيارة وأنجلينا رفعت قضية على براد بيت وكانت تحاول أن ملفات القضية تكون عامة لكن براد بيت حاول قدر الإمكان إخفاء مستندات القضية عن الصحافة حتى محد يكتشف حقيقته ووصاخته والأشياء اللي يعملها بيستيب شرب الكحول وواحد من أطفالهم الستة هاجم براد بيت وشهد ضده بالمحكمة ونشر على الانستغرام بعيد الأب أن براد بيت إنسان جدا حقير ووصخ براد بيت مهتم أصلا ولا رد عليها وواحدة من بناتها بالتبني أزالت اسم براد بيت من اسمها كان اسمها زهراء جولي بيت صار اسمها زهراء جولي بدون بيت اللي هو براد بيت براد أحسى مو مهتم بالأطفال نهائيا لأن أغلب الأطفال هم مو أطفالة فقط متبنيهم فليه السبب مهتم لما أزالوا اسم الأخير لكن بنت البيولوجية فيفيان هي بعد أزالت اسم والدها من اسمها قانونيا وما تريد أي ارتباط بوالدها فطفل بعد طفل بعد طفل صاروا يتبرؤون من براد بيت ما كانوا يحاب بين تواجدة أو حتى اسم يكون باسمهم بالإضافة بنت البيولوجية شيلو هذي السنة طلبت تغيير اسمها إلى فقط شيلو جولي وعينت محامي خاص بفلوسها حتى تغير اسمها بدون علم أنجلينا وبعدها براد بيت ظهروا وتكلموا صار يتهم أنجلينا أنها السبب بإبعاد الأطفال عنه وبعد ما صار أعمارهم فوق الـ 18 سنة صار يتهم الأطفال أنه هم السبب بالابتعاد عنه يعني هو مقادر يتخيل نفسه هو السبب فليهذا السبب لما كانوا الأطفال تحت السن القانون يقول أنجلينا هي السبب لما كبروا صاروا هم السبب وبكل الأحوال علاقتهم كانت توكسيك علاقة براد بيت وأنجلينا على الرغم من المثالية الصورة كانت مثالية لكن بداخل هذه الصورة التفاصيل مو مثالية نهائيا الكل كان من صدم أنهما تطلقوا شو اللي كان يصير؟ ما حد كان يعرف أنه هو إنسان سيء ورفعت عليه قضية وأنه يضربه ويضرب الأطفال ويعمل كل هذه الأشياء وبوقتها الكل كان خايف على أنجلينا لأن أنجلينا حياتها كانت جدا سيئة وكان براد بيت هو الشخص الوحيد المقرب منها والوحيد اللي كانت تسولف معاه لأن لا كان عندها صديقات ولا كانت مقربة من أي شخص بعائلتها ووالدتها متوفية ووالدتها أكيد سيئ فلهذا السبب ما كان عندها أي شخص والشخص الوحيد اللي كان معاه هو براد بيت واللي كانوا يعتقدون أنه يتثق بي ما كان عندها أي شخص آخر وهذا الشخص بعد ابتعدت عنه اطلقت منه وبالسيب طلاقة وتأثرها بالشيء اللي كان يعمله أنجلينا الجذي دخلت بعزلة تامة ما تسولف مع أي شخص ولا ترد حتى على الاتصالات حتى المصورين تكلموا عن الموضوع صاروا ما يشوفوها بأي مكان وجدتها طلعت ببيان أنها خايفة على صحة أنجلينا جولي وبعدها اتضح أنه هي مهووسة بأطفالها بشكل جدا مخيف فأعتقد لأن هي متثق بأي شخص فلهذا السبب تحاول أن هي تحمي الأطفال تخيلوا أنه هي عينت فريق من خبراء الأمن لمراقبة انشطة أطفالها على الإنترنت حتى تعرف أطفالها شون يبحثون عنها أو شون يسوون على الإنترنت ومنعتهم أن هما يبحثون عنها أو عن والدهم بالإضافة ما تسمح لهم أن هما يكونون صداقات أنتوا أصدقاء مع بعض أنتوا الستة كونوا مع بعض لكن ما تكونون صداقات خارج هذه الدائرة خارج هذه العائلة فشون رأيكم بهذه العائلة شون رأيكم بأنجلينا جولي براد بيت صراحة أنا ما أحب بالنسبة لي أنجلينا جولي معرف هي بالوقت الحالي مختفية معرفوا اللي قاد يصروا إياها لا أفلام ولا نشاطات ولا أي شيء أعتقد أنه هي تركز التمثيل هل من الممكن أن هي أصنع تزلات صراحة معروفة كتبوا لي رأيكم بالتعليقات وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله باي